والله أنا كنت شايفة الدور لذيذة قوي يعني دايماً البنت بتطلعها هي اللي مغلوبة على أمرها والراجل موديها وجايبها فأنا فكرة إن البنت هي اللي بتبقى الكاركتر بتاع العيب مثلاً الراجل مثلاً يقول إيه بصي أصل هو العيب مني مش منك بصي أنت يستهلي حد أحسن مني ففكرة إن البنت هي اللي بتعمل كده الله لذيذ لذيذة جيه على هواكي قوي ساد سادية برد جداً شوية ارتبطت بيها من الأول ليه؟ ما كنت شايفة؟ أنت صغير بقى ليه متعرفة الواحد وأوه صغير بتبقى فرصة قليلة بقى أي حاجة بيشوفها بيه بس يعني هي موضوع قديم أنا دلوقتي كلما فتكرة عودة هدحك الموضوع بيدحك فعلا موضوع بس أنت ليه مهتمة بالموضوع ده؟ آآ لا لا عادي موشي بقولك إيه يا خيلد نعم أخبار زوزو إيه؟ زوزو مينة فبن طانطعت زيس؟ مانطق أصلها وحشاني قوي سأل خير؟ سأل نور إزايك حبيبي؟ حشتيني قوي يا زوزو والله وإنت كمان والله لعظيمة يعني أنا تعلقتي بك قوي وإنت سبتيني كده هو وإنت صاحبتي الوحيدة آآ لأ ما أنا لسه أنا لسه شغالين دلوقتي شفتوا إزاي بقى عشان ده كان الحاجة الغريبة يعني إيه عكس كل الناس إنه بتلعب حاجة لم ياسبق مش بني آدم آآ آآ ومش عفريت ومش عفركوش ومش جني يعني الأدوات مش بتاعت الناس دي خالص هو أنا أول ما قريته طبعا عجبني جدا فكرة إنه هو بيتكون يعني هو بيتكون قدام الناس هو كل يوم بشخصية يعني كأن في حد بيلعب في الإعدادات هو الأول كان متفائل قوي بس ما عندهش أي مشاعر تانية وبعد كده نزل لحنان فبوزته خالص فبقى متشائم جدا بعد كده زوزو بدأت تربي يعني ورح لها عنده أسبوعين فهو عامل زي الطفل اللي بتولد على قديها ومالوه الصحاب ومالوهش حياة تانية يعني زوزو هي كل حياته هي اللي بتديله المعلومات وهو اللي بيروح يجبلها المعلومات ويديها لها فدي كل الحاجات دي يعني خلتني قدام شخصية أنا ما عملتهاش قبل كده يعني ده مش بني آدم فبدأت بقى أن أنا أدور في حاجاته وده مش عيبي يعني شفت شات جيبتي وشفت قد أنه هو هو مش بني آدم هو عنده حطة هطل يعني في فيديوهات ناس متكلم شات جيبتي هو بيحاول يبقى بني آدم بس مش عارف ففي حتة فيها يعني تخلف ما عرفش بس يعني أنا دي اللي أنا استشارت هو شافه لا والله شافه بطفولة فظيعة لأن أنا بقيت أبصله هو فعلا بيبي عنده أسفعين ومش عارف حتى الأطفال بتتدرج إزاي هو ماشي يعني يو بيكبر من حتة ويقول مكشفش من حتة حجمه كبير فعلا عقل طفل بس حجمه كبير وبدأت برضو تخيله أنه هو عامل زي الكلب الجولدن هو ما عرفش غير صاحبه يعني ما عندهوش حياة أخرى وقعد مستني زوزو عشان تتكلم معاه وعشان تحكيله وعشان هو عايز يساعدها بدأت برضو أشوف حاجات بره زي فيلم هيرو وحاجات زي كده عشان برضو خيالي يتفتح شوية لأنه هو في حتة برضو فيها فانتازيا أو فيها خيال فلغاية بقى موصلت الكائن اللي اسمه رجدي ده اللي أعتقد أن يعني ردود الأفعال شكلها إيه عندك؟ الأطفال حابينه جدا والبنات مش عارف ليه برضو عايزيني من هومة عايزيني بعدهم الصديق اللي بيعودوا يفتفضولوا ويتكلموا معاه طول النهار ده برضو الستة عايزة الراجل لما تشيل النضارة يختيف أيها أيها دي حاجة مهمة حاجة مهمة فاهم اللي هو أهو لا بمناسبة موضوع النضارة ده النضارة جنينة زوزو النضارة دي كانت عاملالنا مشكلة جامدة بعدين في يوم كان تصوير كتير قوي وكنا مثلا الساعة 2 أو 3 بالليل وبعدين زوزو بقى قالوا لأ البسي النضارة طبعا بعض تلبسي وتقلعي النضارة 100 مرة عشان فكرة أني بختفي وبظهر فأستاذة إسعاد جاءت تلبس النضارة راحت دخلة بقى وكريزة ضحك بقى خلاص مش قادرة لو قاد نضارة وهي فيها بتاع كده بيجاجع 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 بيزعج إسعاج ويخش جواه يورا وإنه يتيع كده لا 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 إذا أردت شيئا بقوة فأطلق صراحة فإن عاد إليك فهو لك وإن لم يعد فلم يكن لك من البداية أرى في عيناك الاستغراب تذكريني بمقولة كونفيشيوس لست حزينا لأن الناس لا تعرفني ولكني حزين لأني لا أعرفهم وأنت حضرتك ممكن تكلمني بالعربي؟ أنا بكلمك عربي أصدق مصري أيوة مصري ده دائما لا يعجب الناس بما لديهم ولكن يطمعون فيما ليث ملكهم ألا هو أنت يا إما شبح يا إما كونفيشيوس